حديثة غرب محافظة الأنبار تعتبر من الأقضية ذات النسبة الشبابية العالية ومن ذوي الاهتمامات الرياضية خاصة بمجال كرة القدم إلا أن القضاء يفتقر للملاعب ما دفع المواهب الرياضية منشدة الجهات المسؤولة لتأهيل المشاريع الرياضية المتلكئة وفتح نادي الرسمي وملاعب أخرى في نواحي التابعة للقضاء لاستكشاف المواهب وصقلها والمشاركة في المحافل الرياضية الرسمية هذه المجموعة تعاني من كثير من المشاكل خاصة في الملاعب القائمة حاليا في هذه المنطقة الملاعب اللي موجودة هي عبارة عن ثلاث ملاعب طبعا أساسية خلي نقول ملاعب دولية أشبه بالملاعب الدولي اللي قامت طبعا بجهود من أهالي المنطقة نحن بدورة قمنا طبعا باحتضان هؤلاء الشباب توفير ما يمكن توفيره من المستلزمات طبعا من المجهود الخاص النوء لهم من الدريسات وتجهيزات نقل غير أمور أخرى كلها على الحساب الشخصي هنا تصددم هذه المواهب بمعوقات كثيرة أهمها قلة الملاعب الصالحة لللعب نعم توجد مساحات واسعة وأمكنت لعب موجودة لكنها قيد الإنشاء أو تكون غير صالحة لمزاولة الهواية المسؤولين والمنظمات ووزارة الشباب والرياضة بصورة خاصة أن تهتم فئة الشباب الرياضيين يعني ما يقارب 30 فريق شعبي في قضاء حديثة ما نمتلك غير 3 ملاعب جاهزة بالإضافة إلى هذا الملعب أيضا قيد الإنشاء يعني بعدها ما مكتمل يعني ناحية الحقلانية ما يقارب 6 فرق إلى 7 ما تمتلك ولا ملعب تضطر أن تروح داخل قضاء حديثة أو ناحية بروانة حتى تمارس كرة القدم فنطالب من المسؤولين ووزارة الشباب والرياضة أن تهتم بهذه الفئة لأن حقيقة الرياضيين هم عنصر فعال في المجتمع ما عندنا ملعب إحنا اللي نقدر نقوم بها يعني مثل هذا الملعب السباعي هذا مو كامل الملعب هذا المقابيلة الهدعاش مو كامل يعني صارنا أكثر من 3 سنوات أربعة جاي نعاني من هذا الموضوع موسيقى موسيقى